فبعد رمضان هو الامتحان فقلت عليه بعض الناس يعني كتير جعوا إلى ما كانوا عليه قبل رمضان فكتكون هذه العبادات دي الرمضان ما زال مصبحت واحد الجزء من الكيان دي لهم ما تصموش بها والدليل على أن الصيام مقبول يعني رمضان دي لنا مقبول هو الثبات لأن الطبيعة دي الحسنة كل حسنة تدفعك إلى مثيلاتها علامة قبول الحسنة هي الحسنة بعدها أما إذا توقتي هذا الدليل على أن الحسنة الأولى روشت الدليل على أن العمل الصالح مقبول هو أن يدفعك إلى عمل صالح بعده فيجد الإنسان نفسه دائما في ترق في الأعمال الصالحة إذن هذا الخير قلت نخافه هذا يعملنا ولكن بشر نقوم حفظا على هذا النورانية لا بد من أن ننفق منها ولا بد قوله أن نخرج من هذا المعتكاف تصبح هذه العبادات رأسها موالفين على ذكر الله تعالى موالفين على قراءة القرآن موالفين على الحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى عز وجل إحنا قد نودعو رمضان ونودعو المعتكاف بأي همة هذا كل همة اللي دخلنا بها لرمضان والاعتكاف هي نفسها اللي قد نودعو بها المعتكاف من نجينا الشوق كان يدفعنا الرغبة الحرص كنا ننتظر رمضان بفرع السبر إذن كانت إرادة باش تقبلوا هذا النور إيهو هذا الإرادة بعد ما يخرج رمضان وبعد ما نخرج المعتكاف واش خصية توقع والله صافح تايين ودعوها خصية تزاد رمضان واحد الجو مناسب باش يعني تعرض الإنسان لنفحات الله ونرحمات الله سبحانه وتعالى عزوه بعد رمضان بعد رمضان يخاف أن الإنسان على نفسه أنه موجود شهد الجو إذن خصوية الزم على أنه يزيد في العمل الصالح يزيد في الطاعات يزيد في العبادات مش بهذه الطريقة اللي كندروها في المتاكاف ولكن في مجالات أخرى متعددة في حياة المؤمن كله عبادة قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للهر بالعالمين على شركة لهر ترجمة نانسي قنقر